إن كانت كل الأساطير التي أثيرت عن يحيى السنوار خلال الأشهر الماضية تقر بأنه رجل خطير وقاس وحاسم ولا يعرف أحد قط ما يدور بذهنه فهناك رجل أشبه به وخاض نفس تجربته من السجن إلى القيادة ولكن من وراء الكواليس هذا الرجل يرجح أنه يخلف السنوار حال تصفيته من قبل الجيش الإسرائيلي فمن هو الخليفة المحتمل للسنوار؟ روح مشته الشخص الأقرب إلى السنوار والعضو في قيادة حركة حماس بقطاع غزة قبع مشته والسنوار في نفس الزنزانة وأطلق صراحهما معاً في صفقة جلعات شاليت منذ ذلك الحين أصبح مشته اليد اليمنى للسنوار ومبعوثه للمهام الخاصة يرجح أن يكون مشته على اتصال بقيادة حماس بالخارج في الفترة الأخيرة وكل هذا في الوقت الذي ظلت فيه إسرائيل تشيع بأنها اغتالته إلى أن تبين أن الرجل يقبع بحي الرمال في غزة شكراً للمشاهدة